نظمت أكاديمية الشارقة للفنون الأدائي إفطاراً جماعياً وأمسية فنية غنية بالموسيقى العربية والعروض المبتكرة وذلك في مقارها بالمدينة الجامعية بالشارقة في أجواء رمضانية تسدها الألفة والمحبة بين طلبة أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية أقيم إفطار جماعي في فضاء فني صمم بالكامل وأعد بأيدي طلبة الأكاديمية تمهيداً لانطلاق أمسية أهل الرمضان وفيها قدموا ما تعلموه من مهارات في إدارة المسرح والصوت والإضاءة وتخطيط الفعاليات الحية وإخراجها بكفاءة تعكس مواهبهم وإبداعاتهم في بيئة احترافية حقيقية هذا المشروع هو من تنظيم الطلبة وفيه قدموا وجبة إفطار للضيوف وهم أيضاً من قاموا بتنظيم كل شيء هنا في هذا المكان كما أن الحضور استمتع بالموسيقى العربية الرائعة وهذه ثمرة جهود متواصلة وشغف لا حدود له من طلابين الذي قدمناه اليوم عبارة عن كمشة وصلات من التراث وصلات من التواشيح والموشحات والقدود الدينية والأناشيد والمدائح والابتهالات البرنامج طبعاً كان مقسم إلى ثلاث وصلات وكل وصل على مقام معين ووسط هذا الحضور من الطلبة والأساتذة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية قدم طلاب المسرح الموسيقي والتمثيل وفنون الإنتاج في الأكاديمية أمسية فنية رائعة لا تقل روعة عن التجهيزات المعدة هنا ليكون هذا العرض هو ثمرة جهد طلبات الأكاديمية في اختلاف تخصصاتهم وترصدها كاميرا أخبار الدار هذه الرحلة الموسيقية المليئة بمزيج من أناشيد وتواشيح التراث الديني أحد أشكال الفنون النابضة في الأكاديمية إذن بأمسية رمضانية هنا في أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية وعرض للفنون استمتع الحضور بها وما قدم من أعمال في أحد أهم مراكز الإبداع المتخصص لأخبار الدار ولد الأصبحي الشارقة